دلوقتي زي ما احنا شايفين ان الفيلا اللي هما الاثنين دبل البيع اللي بينهم الاصفر والارض بتاعتهم اللي على الشمال الفيلا الاثرية التاريخية اللي على الامين ده بيتنا ابني جديد يعني تقدروا ايه تهدوه تبنوه براحتكم لكن الفيلا الاثرية ديت ما ينفعش تتهد لانها اثر تاريخي لكن ممكن تعمل اي تعدلة ده عليها زي ما انت عايز بالنسبة للبيلة ديت هي من زمن العثمانيين فلما دخلتها وبصور فيها حاسس بريحة عبق التاريخ بواها تاني حاجة ان الارض بتاعتها تمنمية وتلاتين متر زي ما احنا كده شايفين المدخلة هون من تحت تطلعوا الممنى الاولاني جنبيه الارض الكبيرة ممكن تعملوا في حمام سباحة جراش اي حاجة انتوا عايزين براحتكم خالص اما الفيلا الاثرية التاريخة اللي هي اللي فوق ديت انها ما تنفعش انها تتهد لانها اثر تاريخي ففي الحالة ديت انك انت تقدر تعدل عليها زي ما انت عايز لكن ما تهدش البناء لانها من الاثر العثماني بالنسبة للفيلا ديت هي عبارة عن ثلاث توابق ثمان غرف وسلطين وتلات حمامات السلام عليكم دلوقتي بسم الله ما شاء الله احنا في بلة تاريخية من ايام الدولة العثمانية بتبص على البصفور وانا هنا دلوقتي شامل بعبق التاريخ بالنسبة للفيلا التاريخية ديت احنا في اسطنبول في اسكدار في تشينتالكوي مساحتها تمنمية وتلاتين متر موسيقى 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 طبعا تقدروا تعملوا حمام سباحة جراش تزرعوا اساسا ان هنا في فواكه كتيرة بسم الله ما شاء الله يعني تقدروا تعملوا زي ما انتم عايزين في المكان الجميل وورايا دي بلة تاريخية على ايام العثمانيين اللي بتبص على البصفور يعني بما انها اثر تاريخي ما تقدرش تهده لكن تقدر تعدل فيه مفيش مشكلة الميزة الجميلة اللي احنا بما ان اللي احنا في اسطنبول وفي المركز وتبص على البصفور بس في نفس الوقت بسم الله ما شاء الله طبيعة كاملة صوت العصافير حتى الفراشات الهوى الجميل الطبيعي المليء بالسعادة وبالنسبة للسعر الفيلا ديت يا جماعة تسعة مليون وخمسمائة الف دولار ولما حضرتك تيجي وتعجبك بتقعد مع المالك مباشرة وبتفاصل معاه منك ايه وانا وشركة تركي واجبنا ان احنا هنكون ايه هنترجم بينك وبينه ولو حصل نصيب هنكون ان شاء الله في كل خطوة لوقت ما اتخذ الطابو بكل بساطة تحياتي علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة هذا يا جماعة اللي هو البصفور لما كنت بصور من الفيلا كندخل فيه كن الكبري هم وانا بصور من الفيلا كندخل فيه بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين انا وزوجتين اشتري شقة في اسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد الله وشكر بجهود استاد علي وشريكة المحترم وطلعنا البارحة على الطابو خلال ثلاث ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائلة الكريمة والحمد الله وشكر مع متابعة استاد علي ما قصروا انا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكة المحترم وانصح اي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع استاد علي وشريكة المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد الله وشكور واشكرهم جزيلا ألف مبروك ألف مبروك على الطابو الله بارك فيك اخي علي انا شكر ومقدم لك والله انا مبسوط اني شفت الطابو باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا اخي علي اعطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وانا مش موجود عندكم والله ما شفت يا اخ علي الا الصدق والامانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني انا ضروري جميع اقاربي واصحابي اعطيهم خبر عنك يعني يشتروهم ملتحين صدق وامانة واخلاص ما شفتها باي شخص تاني الف شكر اخي علي شكرا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ابن فهد الحمدلله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون اخ علي جمال اشترينا الشقة في السطان ايوب والحمدلله كان سعر مناسب من افضل لاسعار والاخ علي ما شاء الله عليه يعني بامانته وصدقه في الامانة صراحة الحمدلله اللي شفناه اللي لمسا منه كل خير صراحة افضل من الناس اللي اصحكم صراحة بالتعاون معه وعلى مسؤوليتي انا ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله لكل المتابعين واتمنكم كل الخير والف شكر الاخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معانا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الامانة وصدقة التعاون يعطيكم مال فعال في ان شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اخوكم من العراق الشقيق جيت بتروكية ما اعرف كل شي وما اندل كل شي من واحد الواحدة بتكسيات واحد يودينا على واحد واحد يودينا على فلاه فندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري اجانا قبل طيران من الصباح وجابنا فندق بسعر كويس ومناسب وخلف الله عليه وما قصروا انا وشالوا اي جنات انا وعائلتي اربع نفرات زين لما علي جمال انا كان تهيت بتروكية المنقذ الوحيد لاخواننا العرب فيه تروكية علي جمال واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي التروكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احب اتكلم عن تجربتي الشخصية مع استاد علي جمال في شراع عقار في تركيا استاد علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز الموقع المميز اللي كان فيه ينكابي على البحر مباشرة وشقة جدا نظيفة والحمد الله وشكر الطابو سليم وقدرنا نكمل المعاملة ومتركني الى انتهى الطابو وأحب انه انصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا الطابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع السلام علي جمال وشكرا معك الثالث الصعبي من المدينة المنورة علي جمال حقيقة يعني جميل جدا وجدت منتقه لا يبحث عن الماد يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيش جبلة يهم مصلحته في ما يبحث عنه والله يوفقه الحقيقة فأنا أنصح التعامل معه جدا علي راطي والإنساني خارج الله ويرحث عن الأجوة يعني الحقيقة وروحنا معاهل لزراعة الشعر كمان فأنا الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يرحث عن الجودة والدرجة الثانية يرحث عن السعر وهو له وضع يعني خاص هنا وما أسأل الله اللي بارك فيه وأنصح التعامل معه جدا حقيقة يعني حتى لوهي كمان بربما أسأل الله السلام عليكم أنا الأخ مغند من بغداد أنا يجيل في اسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبال الأخ علي جمال وكان استقباله أكثر من رائع أنا نزل في اسطنبول أكثر من مرة لكن هذه المرة كانت الأوضل بسبب أنه أخ علي جمال وصل بشقة سوبر ديلافس سعر بأكثر من مناسب وأوضا المنطقة مناسبة أنا أحسيت في الأسياحة كثير مع الأخ علي جمال هو صديقي يعني أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون من جميلة ترقية في الشراء أو البيع أو الإجار معنا الأخ علي جمال للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول هذا الرجل الذي من الأمانة والإخلاص والأفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جداً وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامعة الأزرق وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصياً وكذلك لديه صراحة كبيرة جداً في التعامل حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفسة التي أسكن بها حالياً نصيحتي للجميع لمن لديه نير الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجاب والاتصال بالأخير علي جمال في إسطنبول علي جمال إسطنبول تركيا مع السلام السلام عليكم السلام عليكم أولاً أقول الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جداً ومع الشركة التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظلط شوفوا يا جماعة دلوقتي إحنا بنشتغل إزاي في العقارات أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه إيه النقطة التانية مكانه هل مكان أمين مكان يصلح لعيلة مكان جنب المترو والمواصلات دي تانية نقطة تالت نقطة التابو يعني التابو اللي هو السند الملكية بنشوف التابو أيوة بنشوف التابو صحيح أو مصصحيح لأنها أمانة مين حلقة الوصل مين حلقة الوصل بينك وبين المالك إحنا فدي أمانة كبيرة جداً إحنا بنشوف التابو سليم وكل حاجة جميل جداً والمالك سليم وكل حاجة كويس جداً فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جداً بما إننا الحمد لله إحنا خبرة في العقارات المشتريين الوقت بيعملوا إيه؟ بيشوفوا الأسعار فإنت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشواء اللي حواليك شقيتك هتتبعه بسرعة فبناءاً عليه بيدينا سعر نهائي وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو ده اللي أنا بصمم فيها أي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفه مباشرة وبعد ما تقوموا إن شاء الله بتعودوا مع المالك مباشرة منكم لي كويس؟ بناخد النسبة المعروفة على هنا في تركيا العادلة كويس؟ دي حاجة تاني حاجة عايز أقول لكم على حاجة مهمة جداً إنكم ما تقلقوش علشان إن شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو إن شاء الله وإحنا هنكون في دهركو وهنكون في كتفوكو إن شاء الله واتطمموا أتمنى إن شاء الله أشوفكو قريب في تركيا شكراً وبحبكو جداً علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة